طيب أنا يمكن أنا من الناس لا أنا من الناس يحبوا كل المصريين يحبوا أهل البيت ويذهبون في حب أهل البيت عشقا وناس دايما تقعد تقول إيه؟ أي يعني المصريين يحبوا أهل البيت ليه؟ من حبنا في الرسول بنحب أهل بيته طيب صحيح وعشان كده نقبل دائما على الذهاب إلى مساجد أهل البيت ومقامات أهل البيت ونصلي هناك ونتبارك وبننبسط ونفرح ونروح شارع الأشراف ونطلع على مقابل البهناسة البقيع الثاني كما نسميها دائما ونروح مسجد سيدنا الحسين والسيدة عيشة والسيدة نفسة والسيدة زينب وهكذا الجماعة إياهم نحبوش الكلام ده أبدا لو وصلوا لمرحلة أنهم يكفرون لو روحنا ده اسمه كلام ربنا يعقل ويهدي آمين يا رب العالمين طيب السؤال بقى هل في أي مشكلة أن أنا أروح هل في أي مشكلة أن أنا أصلي هناك هل في مشكلة أن أنا أتبارك بوجودي هناك أقضي كم ساعة حلوين بسم الله الرحمن الرحيم فيما يتعلق بالذهاب إلى القبور سواء كانت قبور عادية أو كانت أضرحة طبعا هذا أمر مشروع من جهة الزيارة لأن النص القرآني واحد وواضح في هذا الأمر أقصد أنه واضح حتى زرتم شوف زرتم المقابر ده ربنا اللي قال ملهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر طيب وأهل الكهف سيد الكريم في صورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداء يا رأي أبا أو ده شرع من قبلنا ده كلام ربنا هو آه في صورة الكهف وده شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ولا ناسخ يبقى هنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم إيه مسجداء تمام النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى قبور البقيع حتى آخر أو من أخريات ما فعله قبل انتقاله إلى الله في أعلى عليين أنه زار قبور أهل البقيع وودعهم هو حتى الحجمول كده كالمودع لهم يقول ايه اه كالمودع لهم وقال لهم أنا فرط لكم وإن موعدكم الجنة إلى آخر ما جاء فيه الروايات الحديثية في ذلك ستنا فاطمة الظهراء بنت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتزور خبر عم النبي سيدنا الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا حمزة طبعاً في أحد شهيد لسه سيدنا معاز بن جابا لما سيدنا نبعه السلام أرسله إلى اليمن فالرسول بيودع معاز فقول له إيه بقى يا معاز لعلك لا نلتقي ولعلك تمر بمسجدي وقبري هذا خلي بقى يا رسول قال له ايه قال له يا معاز لعلنا لا نلتقي ولعلك تمر بمسجدي له مسجد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة النبوية وقبري هذا سيدنا معاز فعلاً إما رجع بعد أن حصل الزكوات وصدقات وكله وأدى بعض المهام الدعوية في اليمن قال الراوي فجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأكب على قبر النبي وهو يمسح وجهه يا حبيبي ده معاز ابن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام وبمحضر من الصحابة رضي الله وعنهم وأرضاه جملك بقى الموقف الرابع عشان تعرف أن السلفية دول أجهل خلق الله هو أمور سياسية حتى مزروش بما ساجد ألا البيت أمور سياسية ما لاش علاقة بالشريعة ولا بالدين من الآخر سيدنا بلال مؤزن حضرة النبي على السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاق صدره وطلع على منطقة الشام قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال ما هذه الجفوة يا بلال ألا تزورني فراكب الراحلة واتجه إلى المدينة وإن أنا بقول السلفين اللي بيقولوا ما تروحش قبر النبي قصدا أقول لهم لا نزهب قصدا والصحابة كلهم كانوا يفعلون ذلك والعلماء في كل زمان ومكان يعني ما رحش قصدا أقول لك لا أنا تروح المسجد الله أحشان ابن تيمية بس قال لهم ما تروحوش ده أقول لك أمور سياسية والله فسيدنا بلال الحابش رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على قبره الشريف أختم أنا عملش فأجيب لك صور تطبيقية من الصحابة في زيارة المقامات الشريفة ستين بقى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت بتقول إيه كنت لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم كنت أزور النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجاب زوجها ولما دفن أبو بكر رضي الله عنه اللي هو أبوها كنت أزور بدون إيه بدون حجاب فلما دفن عمر رضي الله عنه ارتديت الحجاب دا فعل مين دا فعل مين منذ عهد نبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لم يقتل أي نبي على أرض مصر أبداً ما فيش قطر الدم صحيح أبداً حتى شوف فرعون مع سيدنا موسى والقضية تعكست فيغرق فرعون وينجم موسى عليه السلام فحضرتك الأمر الآخر لم يوهن على أرض مصر ولي نهائي حتى شوف الأموان بكراهيتهم لأهل البيت ما أخلي باله اللي هيكره أهل البيت دا جرسيم الأمويين من الآخر اللي هيكره أهل البيت أحياء أو أموات دا أموي كاره لأهل البيت لصراعات سياسية فالمهم حضرتك هنا ستنا زينب عليها رضوان الله بقبرها الشريف في القاهرة يا موجودة وأنا أقولها وليها بحث السنة الجاهة جيب لك كتابي النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الرأس الشريف لمولانا الإمام الحسين رضي الله وعنه في القاهرة موجودة موجود حققناها علميا صح الجسد الشريف لسيدتنا زينب عليها رضوان الله موجود في قبرها العامر الله سيدة زينب عليها رضوان الله أقول لك آخر لأطر لشال الوقت ما دهمناه لما لما جبأ يزيد بن معاوية والجواسيس ألوله بقى والمخابرات أيامه أن زينب اجتمع الناس عندها ويندمون ويتباكون على استشهاد الإمام الحسين عليه رضوان الله فأرسل لها قال شوفوا ليك مكان غير المديد ولا تذهبي إلى مكة يعني وحرج عليها يزيد إلى منطقة الحجاز لا مكة ولا المديد فالسيدة زينب تخيل يزيد يحرج على بنت بنت النبي أي السياس كرسي الحكم فيزيد إذا كان هو غدر يعني أبوه ده مش عايز بقى عشان بقى الصحابة بصبت الرسول مفيش داعي المم السيدة زينب عليها رضوان الله اختارت قالت أذهب إلى مصر أذهب إلى مصر سيد الكريم رغم بس كان ابن المخلد الأنصري موجود والي أنت تعرف المصرين استقبلوا سيدة زينب فين الشعب استقبلها عند العريش طب إلى أن جاءت عند قرية العباسة الآن في محافظة الشرقية شرقية فخرج الوالي والعلماء واستقبلوها ولم يملك والي مصر وقتها أمام هذا الحب الجماهير الشعبي مع أنه طبعا كان موجود حكم بني أمية لكن هو خاف خاف من الثورة الشعبية فسامح لها أن تسكن في قصره اللي هو فيه ما بعد هيبقى قبرها اللي هو فيه ما بعد هيبقى مسجد السيدة زينب عليها رضوان الله حضرتك زيارة بزاك أنت لخص الحلقة الحب هو كده ده ده قريتها مولانا أنه شوف الحب في استقبال الرأس الشريف لسيدنا الحسين ده من من الصلحية وقف وقبليها خلع المصريين أحلياتهم الإنعال ووقفوا حفاتا في استقبال الرأس الشريف ومشوا وراءه حتى دوفنا في القصر الكبير اللي هو في جامعة دلوقتي اللي هو كان اسمه قصر الزمور ده الأخضر ده استقبلوا من حدود فلسطين إيه ده أخذت بالك من حدود فلسطين إيه الحب ده والوالي حمل رأس سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه ملفوفا بالأخضر نعم الكساء الأخضر ومعطر ومطيب على صدر ومشى الشعب المصري حفيا أنا أزاك أقول لك حاجة ودي من بركات أن هذه البلاد لن تجوع ولا تعرى ولا نتعطش أبدا ليه ما أهاندش قال البيت ولا الأولياء حضرتك بقى بدون مجاملة الأولياء اللي هم لهم مقامات عندنا في مصر سيد أبو الحسن الشازلي سيد إبراهيم الدسولي سيد أحمد البدوي السيدة حرية في بني سويف البقيع التاني اللي هو البهنسة في محافظة المينيا حضرتك كل دول جم من أين وسيد أحمد البدوي رضي الله عنه كل دول جم من العراق والحجاز والمغرب صح اتجهوا إلى فين مصر إلى هنا إلى الأمن والأمان والتكريم والحفاوة اللي كان بيبقى معدي على مصر عشان ينزل للحج وبعدين وهو يوصل للحج من هنا يرجع على مصر ما يرجعش على المغرب تاني لا خلاص جعش على العراق تاني يروح جاي قعد في مصر ولا الحجاز قد تبالك وبفضل من الله عز وجل إنما أنا مش عايز بقى أخوت في بلاد أخرى في البلاد اللي حربت آل البيت أو خنتهم أو غدرت بهم لا تزال عندهم الفتن مش أحدد البلاد هي معروفة سبنا من دي إنما أنا بقول لك البلد هنا بقى يعني الحب إكرام المصريين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم ولأولياء الله الصالحين رضي الله عنهم الحب والإكرام يعني شوف مثلا حضرتك ما يبقى فيه معصرة ما بين الإمام الشافع رضي الله عنه وما بين ستين نفيسة العلم رضي الله عنه وأرضاه طبعا وبعدين سيدنا الإمام الشافع رضي الله عنه ما يجام العراق وجه هنا مصر وطاب له المقام واستقر له المقام وكان يدد روسه في مسجد سيدة عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وأعجب بتجبيرات العيد للمصريين ده أنا باقترح باقترح على الأزهر الشريف أبقاه الله وعفضاه الله يعملوا موسوعة اسمها فقه المصريين يا سلام أيها يا سلام من برنامجك فقه المصريين إحياء فقه الليس بن سعد المصري من قلقشن ده من حفظة القليوبية ده الإمام الشافع رضي الله عنه جه حتى يأخذ عن الليس بن سعد وبعدين خلي بالك عمل مذهب الجديد هنا مفروض المذهب الجديد للإمام الشافع ينسب إلى الفقه المصري لأنه خد بالعادة والعرف صح خد بالعادة والعرف عند مين عند المصريين خد تبال حضرتك فياريت وأنا أناشد الباحثين في الفقه الإسلام يعملوا فقه المصريين ويخلوه بقى مش علم الفقه تخصوصي في جامعة الأزهر فقط وياريت برضو حضرتك نجمع التفسير للقرآن الكريم بعلماء مصر جهود المصريين في الحديث النبو الشريف جهود المصريين التي لا تخفف خدمة المصحة في القرآن الشريف أقدم مؤسسة أقدم دار لخدمة القرآن الكريم كانت ولا تزال في الأزهر الشريف إحنا يعني شوف الشيخ عفتاح القاضي وغيرهم وسيدنا الشيخ محمود خليل الحصري أنا بس بذكر نمازي هؤلاء الذين نفعوا العالم الإسلامي كله بخدمتهم للقرآن فإحنا حضرتك عندنا في مصر خدمة القرآن الكريم من الأزهر من ألف تلاتة وتمانين سنة خدمة الأزهر الشريف فقه المصريين لجمع الأحاديث النبوية ونشوف رحلات العلماء اللي هنا وابن أسير ابن حجر العسقلاني وغيره جنابك هنا الفقه الإسلامي اللي أنا باقترح أن نعمل فقه المصريين بناء على العادة والعرف عند المصريين يعني أنا نفسي صراحة هنا بقى الأزهر الشريف يشتغل لنا قوي 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 على مسألة المذاهب الخمس إن شاء الله مش المذاهب الأربعة آه عشان المذاهب الظاهر أنا بقى أغتنم الحلقة المباركة وإنت نورتنا بمسألة لا والله حب المصريين اللي سيدتنا آل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم آه يريت نعمل وأنا بخاطب السيد وزير الآثار السياحة الدينية في مصر تمنهج فأنا هقولها بإيجاز ماشي في سياحة دينية للمسلمين يبقى تبتدي بالمظاهرات والأضرحة نهاية بالبهنس بالبهنس بالنسبة لإخوتنا أهل الكتاب المسيحيين على الرواية المعتمدة عندنا وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين السيدة الطاهرة البتول مريم عليها السلام وسيدنا المسيح عليه السلام يبقى هنا بنعمل رحلة العائلة المقدسة ويتم إنشاء وأنا بقول لوزارة الآثار وأخاطب وزير السياحة وزارة السياحة لما تعملوش إدارة للسياحة الدينية للمسلمين والمسيحيين فيه بقى شيء إحنا برضو غفلنا عنه إيه هو حضرتك سيناء سيحنا مش عايزين يبقى فيه علاقات مع الصهينة بس برضو ما تنساش سيناء بجبله الطور بالخضر عند راس محمد ولقاءه مع سيدنا موسى ويوشع بن نون والعبد الصالح إلى آخره في منطقة شرم الشيخ وراس محمد مع عجبت مع الطور مع جبل الطور لحضرتك والتجلي الأعظم ليه دي ما تكونش السياحة لا نمنع أهل كتابنا اليهود أنا طممك لا نمنع أهل كتابنا اليهود الموادعين كزيارة مسألة السياحة المنية دي ومسألة العائلة المقدسة والتجلي الأعظم لليهود وبعدين التجلي الأعظم وإحنا كمسلمين بنؤمن بيه فيه كم اهتمام باللحظة بتقوله ده مزهل والاهتمام من أول رئيس الجمهورية بارك الله لحاد كل الناس التي تعمل فيها هذا النطق من ناحة تانية الوزير ناس ووزير السياحة والأساط دكتور أحمد عيسى أنا عرفه وقابلته كذا مرة في مجلس النواب الراجل ده شاطر وفاهمان ومخ نور لو عايز مشروع جبهوله ونروح لسوي الله وانا هشيل المشروع على ظهري ووديهوله أكرمك الله لأن مصر هي الرائدة وهتفضل هي الرائدة في حب آل البيت رضي الله عنهم حب الصحابة رضي الله عنهم حب أولياء الله الصالحين رضي الله عنهم حب العلماء الراسخين رضي الله عنهم وأرضاهم ويكفي حضرتك أن مصر هي الملاز لهؤلاء المصطفين الأخيار زيارتهم مشروعة ولألتفت للشواز وللذين يعملون في أجنتات سياسية ولنا في رسول الله في البقيع ولأصحابي في زيارة قبره الشريف ولنا في زيارة الصحابة لشهداء أحد ولغيرهم القدوة والأسوى في ذلك حتى زرتموا المقابر مشروعة مشروعة مشروعة